النادي أعلم في شكل أو في بيان رسمي الآن أولاً تلقى النادي الآهلي خطاباً قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محدداً لها غداً الثلاثاء في السابعة مساءً بملعب استاد القاهرة الدولي واعتبار فريق الآهلي فائزاً بالمباراة 2-0 هذا اختار رسمي من رابطة الأندية المحترفة للنادي الآهلي بهذا النص اللي انتوا شفتوه قدامكم الرابطة بتخطر الآهلي والأهلي بيعلن عن ما تلقاه رسمياً أعرض لكم بس الأول الخطاب اللي ورد للنادي من اتحاد الكورة أيه ده مهمة أولي دي رابطة الأندية أخترت النادي وأخترت الاتحاد المصر وكورة القدم طبعاً أخترت الطرفين نادي الآهلي ونادي الزمالك تحية طيبة وبعد يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الموقر وسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات أملين لكم كل التوفيق الربطة بتخاطب الاتحاد والناديين بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة الأهل والزمالك المقرر إقامتها يوم السلساء الموافق 25-26-24 على السادة القهيرة وذلك لظروف قهرية يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة الأهل والزمالك والتي كان مقررا إقامتها في الأسبوع السبع والعشرين من المسابقة الدور العام في قسم الأول يوم السلساء الموافق 25-26-24 على السادة القهيرة الساعة السبع مساء نظرا لإعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة ده خطاب نادي أو الربطة لكل الأطراف المعنية وما لناش تعليق عليه لأنه ما بيخطبش النادي بس بيخطب كل الأطراف المعنية دون تعليق منها ثم النادي بيعلن عما تلقاه بشأن اعتباره فائزاً 2-0 وفقاً ليه اختار ربطة الأندية المحتوى